السلام عليكم ورحبا بكم معي في القناة أتمنى أن تكون مباخر وعلى خير ومتمنى أن ترى الفيديو هذا النهار سوف نقترح لكم فطائر يأتي رائعين وحشوة الاقتصادية والعجل يأتي قطني وخفيف يوجده بسرعة كبيرة جدا أتمنى أن ينالوا إعجابكم بلما نزيد نطول لكم نرى المقادر وطريقة تحضير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله نحضر العجين 300 جرام دقيق 3 كؤوس نحتاج ملعقة مصطحة السكر ملعقة صغيرة ملح ملعقة صغيرة الخميرة الخميرة الفورية نحتاج كبير بودرة الحاليب يمكن أن تغنوه بيضاء أو الياغورت يحتاج كذلك ربع كأس زيت نباسية ونجمع كل بالماء الدافئ العجين ضروري أنها تكون شوية رطبة لا تكون تلصق بزيف ملعقة ونضع ملعقة بلاستيك غدائي ونضع بلاستيك غدائي ونضع بلاستيك غدائي ونضع بلاستيك غدائي ونضع ونضع ملعقة ونضع ملعقة حشوة خلق حشوة خلق ملعقة ونضع ملعقة ونضع ملعقة شرائح أو صدر الدجاج قطعة صغيرة دائماً نضع ملعقة ونضع حشوة نضع ملعقة نضع الفلفل الأسود ونضع ملعقة ونضع ملعقة 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 نضع بلاستيك نضع نضع ملعقة 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 سوف نضيف كذلك هنا شوية ديال الخرقه ونخلط مزيان هنا كما تلاحظوا الحشوار عشر باس دا كلمه سوف ينضيف هنا للنار ونضيف لها الفرماج المثلت كتل سادية القيطة يضيف حشوة يضيف حشوة يضيف الفرماج الأحمر يمكنكم استعماله يضيف حشوة ثم نضيف حشوة يضيف حشوة يضيف حشوة يضيف حشوة الخطوة يضيف حشوة يضيف حشوة مباشرة بمساعدة هنا صراحة السمك ديال العجين يبقى لكم اختيار انا درتوا هكا شوية يعني مصط مرقيقش بزاف وما خليوش غليط باش منيك تكونوا تاكلوا الشوصون ديالكم كتشوش بالعجين كتار من الحوشوة انا دائما نحاولوا انكم ترشوا الدقيق ولا كما تكتروش بالساف قي باش ما تلسقش لنا العجين صافينا بعد ما تلقت العجين غادي نقطعوها بهذا السيركل على شكل دوائر انا درتهم صراحة متوسطين الى بيتو ديرهم اصغر او اكبر فكي بقى لكم الاختيار نحاول ان نجمعوها بهذه الطريقة ونضع بلاستيك غدائي حتى يرتاح بما حضرنا هاد الدوائر اللي عنا وكرجعو نسرحوه اذا هنا غدي ناخد اول دائرة نحاول انني نتلقى شوية بدلاك الاحساس بها شوية غليظة كيما قدت لكم كسبقاليكم الاختيار على حسب السمك ديال العجين اللي بغيتو سفي هنا كنا نوضع القليل ديال الحوشوه كيما كتلاحظو وغدي نحاول انني نست هنا شوية بالماء غي هكا ندوز غي سبعي هكا ونسد هكا بهذا الطريقة وغدي نسدهم مزيان بالمساعدة ديال الفرشيط فرشيطة بها الطريقة هنا لبقت كتل تسق لكم الفرشيطة في العجين فحاولوا انكم تمروها شوية في الدقيق ما ديش تبقى تلتسق سفي غدي نستمر بنفس الطريقة نعود معكم محتاخرة نحاول نبسط شوية العجين اللي حسيت بها شوية غليط ونوضع كمية من الحوشوه انا لو بغيتو تزيدوا حتى الفرماج هكا من الفوق يمكن لكم وهذه نست شوية بالماء بهذا الطريقة نضغط على اليوم بالفرشيطة نستمر بنفس الطريقة هنا بعد مسالية كنوضحهم في واحد صافحة الفرن وخطيت هنا حبة البيض نضفت لها شوية ديال الساسات الصوجة اي باش تحيد لنا ديك الزفوريو وكتعتان واحد اللون اليزوي وقد ندغن هكا من الوجه ديالهم فهذه الأثناء الفرن كيكون مسخن من قبل على نار ليكتكون مجهده نار ليكتكون مجهده حتى يسخن الفرران مزيلا. صافيكا ندهن هكا بهالطريقة. وهذه الرشع ليهم هكا شوية ديال البافو والزنجلان. يمكن لكم ادروا حتى السمسيم لي كيكون ابيض هو كي يعطي جمالية اكثر. سوف ندخلهم على النار اللي كتكون متوسطة بعد ما يكون الفرن ساخن مزيلا. و ندخلهم على النار اللي كتكون متوسطة تحتك يتحمروا هكا من الاسفل و يتنفخوا. سوف ندخلهم يتحمروا من الفوق ياخدوا واحد اللون ذهبي و نقدموه. إذا ندوي الشكل ديالهم كما كتلاحظو كي جوا صراحة رطبين. و المضاق رائع بزاف. كنتمنى تجربوا منه لو اعجابكم. كنتشكركم المشاهدة و المتابعة. نطلقوا في الوصفة الجاية ان شاء الله و مع السلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة